والله شوفي أنا واحد من الناس اللي كنت أنادي بالمشاركة وأنا من الناس اللي كنت طبعا أعيب على الآخر عدم المشاركة والمقاطعة يمكن في المجلس مبطل أثنين نقول نوعا ما كان فيه مبرر ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الواحد أنا أعتقد ما كان هناك فيه مبرر وكنا ناشد بالعكس كنا نتمنى ما تفضلتي تقولين عنهم خصوم أن يكونون خصوم مشاركين معانا تحت قبة عبدالله السالم وليكونون خصوم يشاركوننا في العمل السياسي وليس خصوم يترصدون للمجلس حتى في النجاح حتى في الأمور اللي تصب في صالح الوطن والمواطنين وقوانين حقيقة يمكن عجزت عنها مجالس سابقة يعني هذا المجلس لما يقولون والله أن هذا المجلس في جيب الحكومة هذا المجلس يصب في صالح التجار إحنا قرينا قوانين شكثر ما هي في صالح التجار هل شرائح الكهرباء الاستثماري والتجاري في صالح التجار هل قانون عدم الاحتكار الوكالات التجارية هذا في صالح التجار وكثير من القوانين بالعكس يعني الكلام سهل أن الواحد يلقي الاتهام دون دليل أنا دائما أقول لكل من يتهم فليقدم دليله يعني لما يقول والآن يتكلمون عن أن الخصخصة ما الخصخصة هذا مقترح مقدم في مجلس 2009 نزيل في 16-11-2009 وهذا التوقيع رحمة الله عليه رئيس مجلس الأمة السابق السيد جاسم الأخرافي هذا رئيس مجلس الأمة طبعا المقترحات دائما تقدم لرئيس مجلس الأمة حسب هذا اللائحة المجلس هو دستورية الاقتراحات كلها تذهب إلى رئيس مجلس الأمة هذا المقترح كاهو هذا المقترح اللي مقدم من خمس نواب يطالب بخصخصة لما يتكلمون الآن عن خصخصة القطاع النفطي خلي يعطونا مشروع قانون قدمت الحكومة لخصخصة القطاع النفطي ومرر مجلس الأمة الحالي